الفصائل المسلحة المقربة من إيران شنت هجوما انتقاميا على أكبر قاعدة أمريكية في سوريا وذلك للرد على الهجوم الكبير والخطير الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية مساء يوم أمس بهذا الشكل في العاصمة العراقية بغداد واستهدفت الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله قيادات بارزة في الفصائل المسلحة العراقية حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية بأنها من الولايات المتحدة الأمريكية هي التي نفذت هذه العملية انتقاما لجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا بسبب هجوما بطائرة مسيارة مفخخة أطلقتها هذه الفصائل المسلحة وتم تأكيد مقتل أبو باقر السعدي الذي تحدثت عنه القيادة المركزية وأكدت بأنه قيادي بارز ومهم في كتائب حزب الله العراقي وبأن هذا الرجل هو الذي لعب دورا كبيرا في التخطيط وكذلك تنفيذ هجمات مباشرة على القوات الأمريكية في العراق وكذلك وكالة فرانس بريس أكدت بأنه مسؤول العمليات أو مسؤول حقيقة الملف العسكري في سوريا في الكتائب وأيضا في نفس الوقت بأنه هو الذي يدير القوة الجوية الخاصة بالكتائب والتي تتواجد أيضا فيها القدرات الصاروخية وغيرها بالتالي هذا الرجل ليس بالرجل العادي بالإضافة إلى أن التقارير تحدثت أن هناك قيادي آخر معه وهو أركان العلياوي والحديث من هذه التقارير بأنه مسؤول العمليات والاستخبارات في كتائب حزب الله بالإضافة إلى تقارير متضاربة عن قيادي آخر في الكتائب قد قتل لم يتم تأكيد هذه المسألة وحتى أركان العلياوي لم يظهر جثمانه للعلن أثناء التشيع ولا صورة واحدة له وبالتالي التركيز كله على أبو باقرة ساعد في هذا الاستهداف ومن الأشلاء للصواريخ التي استخدمت في هذا الاستهداف ستلاحظ بأن هذه الأشلاء تأكد تماما بأنها تابعة لصاروخ الـ AGM-114R9XHILFIRE والتي أطلقت مباشرة من طائرات الـ MQ-9 Reaper الأمريكية وهذا يعني بأنها استخدمت وتم استخدام نفس الطريقة التي استخدمت ضد الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني في عام 2020 في حادثة المطار الشهيرة وبالتالي هذه الطائرة المسيرة بطبيعة الحال تطلق الصاروخ بهذا الشكل بأنها أولا تضع الليزر على الهدف وبعدها الصاروخ ينطلق باتجاه الهدف المحدد بالليزر وتفتح الشفرات أو البليدز الخاصة بهذا الصاروخ ومن ثم تقوم باستهداف العربات كثير من الأنثل عن هذه الاستهدافات ليس كما حدث في عام 2020 فقط وإنما كذلك ما حدثت في استهدافات عدة أيضا في الداخل السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي وهذا الصاروخ يطلقون عليه نينجا بليد ميصل بمعنى آخر بأنه عندما يقوم باستهداف هدفي فإنه يحاول إحداث أقل ضرر ممكن بالمنطقة المحيطة بهذا الهدف وهذا هو الأمر الذي كان واضحا من طبيعة الاستهداف الذي جرى لاحظ المحلات الموجودة بجانب هذا الهدف ستلاحظ بأنها لم يحدث هناك أي ضرر على هذه المحال ولا أثر واحد حتى تجاه ما جرى هنا وكذلك تلاحظ بأن المحلات مغلقة بشكل عام وبالتالي ليس هناك أي مدنيين ولا أضرار ولا حتى بأي مدنيين واحد أو أي عربة موجودة قريبة من هذه النقطة وإيضا لا تلاحظ أي عربات مدنية كانت موجودة بجانب هذه السيارة بالتالي الضربة كانت دقيقة ومدروسة للغاية ودعونا نحدد موقع هذه المنطقة بالضبط وكيف جرت العملية نلاحظ بأننا أمام لوحة للإعلانات كبيرة ستكون مفيدة عندما نلقي نظرة على القمر الصناعي وأيضا تلاحظ هذا مبنى آخر بهذا التصميم الهندسي المهم هناك فرع هنا وهذا مبنى آخر وتلاحظ بأننا أمام عامود للإنارة أيضا موجود قريب تقريبا باتجاه هذه السيارة وهي من السيارة ومن نوع جيب ربعية الدفع عفوا وبالتالي هي بهذه النقطة وتلاحظ بأن هذه العربة بشكل عام هذه السيارة هي بهذا الاتجاه يعني إنها كانت قادمة بهذا الطريق بهذا الشكل إلى الشمال في منطقة المشتل كما تم الحديث من قبل من صوروا هذه المنطقة بالتالي الحديث بأنها بالقرب من البلديات في المشتل قرب مطعم ألف عافية كما تم الحديث وبالتالي هذه البلديات هذه هي المشتل دعونا نقترب من الشارع العام ومن مطعم ألف عافية الذي تم الحديث عنه من قبل من صوروا هذا الموقع وبالتالي المطعم الذي نتحدث عنه يقع هنا بهذا الاتجاه وبالتالي أما هذا الفرع أو الفرع الثاني أو الفرع الثالث حيث شهدنا هذا الاستهداف وكل شيء يتطابق مما رأيناه من علامات مع الفرع الثالث دعونا نقترب هنا من هذه النقطة أكثر لكي نتأكد من أن الاستهداف قد تم هنا بهذا الاتجاه وسنلاحظ فعلا أن كل شيء متطابق مع ما رأيناه هنا ستلاحظ ببساطة قطعة أو لوحة الإعلانات هنا واضحة هذا هو المبنى الأول الشارع المبنى الثاني وهذا هو العمود الكبير أو عمود الإضاء الذي كان واضحا وبالتالي العربة كانت هنا تقريبا أو السيارة هنا بهذا الاتجاه وتم استهدافها من هذه طائرة المسيرة وجاءت هناك معلومات إضافية انفرد بها موقع إيشان الذي تحدث عن طبيعة أين كان يتجه هذا القيادي وكيف كان يتحرك في هذه المنطقة والحديث بأنه أحد سكنت منطقة البلديات وبأنه كان قادما باتجاه المشتر وطائرات المسيرة الأمريكية طائرة الأم كيوناين ريبر هي كانت تراقبه وتتتبعه وأينما يتحرك ولاحظ هنا مساحة مفتوحة لم يتم استهدافه في هذه النقطة قد تكون للعديد من العوامل بسبب سيارات مدنية تتحرك هنا بهذا الاتجاه ولكن بمجرد ما وصل إلى هذه النقطة تحديدا قامت الطائرة المسيرة مباشرة بإطلاق الصواريخ التي تحدثنا عنها الأي جي أم وان فوركين هيلفاير لتستهدف هذه السيارة مباشرة وتقوم بقتل واختيال هذا القيادية المهم في كتائب حزب الله وسمعت أصوات ثلاث انفجارات وهذا يدلل على شيئين أما أن هناك استخداما لثلاث صواريخ من هذه الصواريخ وتمكنت من استهدافه مباشرة أو صاروخين والانفجار الثالث هو كان لخزان الوقود الموجود بهذه العربة وبالتالي بشكل عام وبغض النظر عن هذه السيناريوهات تم الاستهداف بهذا الشكل الكبير والمثير للغاية والذي تسبب بالكثير من اللغة طبعا بكل تأكيد والتصريحات المثيرة ويجب أن ننتبه بأننا في الأيام الثلاثة والأيام الأربعة الماضية كانت هناك الكثير من التقارير وشهود العيان الذين يكدوا أن هناك تحليقا أمريكيا مكثفا بالطائرات المسيرة في شرق بغداد بعض الضربات الأمريكية التي شهدناها على عدة أهداف للفصائل المسلحة في العراق وكذلك في داخل سوريا وبالتالي كان هناك تحليقا مستمرا ويبدو بأنهم كانوا يقومون بمراقبته بشكل مستمر حتى تمكنوا من ضربه وهذه طبعا توضح بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ CIA تعلم الكثير هي مخترقة لهذه الفصائل بشكل قد لا تتصوره هذه الفصائل بنفسها وبالتالي قاموا بهذا الاستهداف بهذا الشكل طبعا بعد الاستهداف مباشرة جاءت الفصائل المسلحة لتتحدث بأنها ستنتقم وفعلا كان هناك إغلاقا للمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد خوفا من البدء بالهجمات من هذه الفصائل وجاء الهجوم سريعا كما نتحدث اليوم مباشرة على أكبر قاعدة أمريكية في سوريا وهي قاعدة حقل العمر النفطي كما أكدت تفاصيل هذا الهجوم والمرصد السوري لحقوق الإنسان North Press Agency وكذلك مراسل الشرقية كلهم أكدوا بأن هناك سربا من طائرات المسيرة المفخخة هاجمت هذه القاعدة التي قتل فيها مؤخرا خمسة عناصر من قوات الكوماندوز من قوات سوريا الديمقراطية الـ SDF ولكن ليس واضحا من هذا الهجوم طبعا الذي نتحدث عنه اليوم انتقاما مما جرى ما إذا حقق شيئا استهدف أحدا جرح أحدا أو قتل أحدا الأمور توقفت عند هذا الحد ولكن كان هناك ردا سريعا وهذا يوضح أن هذه الفصائل لن تغير سلوكها ولن تخفف التصعيد أو لن تتعرض للردع الذي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأمر هو بالضبط الذي تحدث عنه الخبراء الأمريكيين مثل على سبيل المثال جيسون برواتسكي أحد أهم الخبراء في الملف الإيراني وفي ملف الشرق الأوسط والفصائل المسلحة وضع عددا من الملاحظات المثيرة على موقع اكس وهو قال بأن الإدارة الأمريكية تحاول تفادي استهداف أي إيراني رغم أنها تقول بأن إيران هي تدعم هذه الفصائل وبطائراتها المسيرة والتكنولوجيا في الطائرات المسيرة الإيرانية استخدمت ضد القوات الأمريكية وغيرها إلا أن الإدارة تحاول تفادي ضرب الإيرانيين وأن تستمر باستهداف الفصائل المسلحة إن كانت في العراق وإن كانت كذلك في سوريا وهذا هو الذي فعلوه وهو تحدث عن ما جرى مع أبو تقوى من حركة النجباء أحد القيادين البارزين الذي تمكنت أيضا وليات المتحدة الأمريكية من اغتياله في شهر يناير الماضي ولكن عملية استهدافه لم تغير شيئا أبدا استمرت الاستهدافات على القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا لا بل أن بعد ذلك كانت هناك عملية الضربة التي جاءت للثلاثة جنود الأمريكيين في قاعدة البرج 22 ورغم أن هذه الضربة بحسب جيسون بروتسكي طالت أكثر من عنصر وتعتبر أكبر نوعا ما من الضربة التي جاءت ضد أبو تقوى إلا أن هذا بتوقعه واعتقاده بأن هذا لن يغير شيئا لأن إيران أساسا لم تخسر شيئا هذه الهجمات التي تأتي على العراق وعلى الفصائل العراقية تأتي ضد عراقيين في نهاية المطاف وبأن إيران ليس هناك أي ضرر أو قيمة استراتيجية ممكن أن تجعلها أن تفكر بتخفيف التصعيد وبالتالي هي ستدعم وستستمر بالدعم بالسلاح والمال لفصائلها للضغط على القوات الأمريكية بشكل عام وهو قال بأن هذا الأمر سيذهب أو سيؤدي إلى تصدع العلاقة بين الحكومة العراقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أن هناك نقاشات حول وضعية ووضع المستشارين ومستشارية التحالف الدولية الموجودين في العراق لأن هناك دعوات لإخراج مستشارية التحالف الدولية من العراق وفعلا بدأت تتصدع الأمور الآن وبدأت البيانات العراقية الرسمية توضح بأن الأمور قد تكون ذاهبة لإخراج مستشارية التحالف الدولي مثل ما تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول الذي كان وقد تحدث ببساطة أن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى إلى أنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق نفس النص صدر من مكتب رئيس الوزراء العراقي أيضا ويوضح بشكل واضح أن الأمور لن تكون سهلة أبدا وكل يترقب ما الذي سيحدث يوم السبت القادم هناك جلسة تداولية في البرلمان العراقي حول وضع مستشارية التحالف الدولي في العراق خاصة بعد هذا الاستهداف الذي رأيناه مساء يوم أمس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة